عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لاستعراض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات البترولية خلال الاجتماع أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف لتوفير التمويل المطلوب من احتياجات قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي ذلك مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية تلبية لاحتياجات السوق المحلية تناول الاجتماع استعراض اجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والانتاج وكذلك استعراض الاجراءات التحفيزية لزيادة الانتاج على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الانتاج الجديد من الغاز بحيث تستخدم عائدتها في سدد المستحقات المطلوبة إضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الانتاج الجديد من الغاز وهذا وفقا للنموذج الاقتصادي